إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بعد هذا الانقطاع العارض بسبب شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الأيام بالخير واليمن والبركة ونذكركم بأننا كنا قد انتهينا في آخر حلقة قبل رمضان في الحديث عن فقه الصيام وكنا قد قطعنا بفضل الله عز وجل أهم ما تجب معرفته من أحكام الصيام ونحن داخلون على شهر الصيام ونذكر بمجمل ما درسناه في الحلقات السابقة قبل رمضان تحدثنا عن منزلة الصيام في الإسلام وعن فضل الصيام وعرفنا على من يجب الصيام كما عرفنا من يجوز له الفطر وعليه القضاء ومن يجوز له الفطر وعليه الفدية وعرفنا أركان الصيام وما يفسد الصيام وكذلك عرفنا فيما مضى آداب الصيام التي ينبغي للصائم أن يأخذ نفسه بها حتى يكون صومه مقبولا إن شاء الله تعالى وبقي لنا في فقه الصيام أحكام قد يأتي الوقت عليها إن شاء الله أو قد يتسعي الوقت للإتيان عليها كلها في هذه الحلقة وربما يبقى لنا منها شيء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى فنقول ما يباح للصائم وأنت صائم ما هي الأعمال التي تباح لك وأنت صائم ولا تضر الصوم أولا يباح الغسل للتبرد يعني في الصيام في الحر والسنة هذه قد جاء الصيام في شهر تسعة وكل سنة بتقدم حيلي في شهر تمانية وسبعة شهر الصيف في الصوم وفي الحر إذا ودت نفسك حران وعرجان وعطشان جدا ممكن تدخل تاخد دش تبرد به عن نفسك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج العرج هذا مكان بين مكة والمدينة يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر يعني من شدة العطش ومن شدة الحر أخذ الماء وأخذ يصب على رأسه تبرد فهذا مما يبح للصائم أن يغتسل الصائم بالنهار من شدة الحر أو من شدة العطش كذلك تباح المضمضة والاستنشاق ولكن من غير مبالغة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الصائمين في الوضوء إنه يطبق شفتيه في الوضوء ويمسحهما هكذا ويمسح أنفه هكذا لا يتمضمض ولا يستنشق لماذا؟ خوفا على صيامه ونحن قد تعلمنا في فقه الوضوء في أول الدراسة إن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وفرائضة فالصائم لما يدي في توضه ويمسح شفتيه ما تمضمض ويمسح أنفه ما استنشق وهذا خطأ في نقص في الوضوء ونقص في الصلاة المضمضة والاستنشاق جائزة لك في الصيام في الوضوء بل جائزة لك من غير وضوء إذا وددت الحر والعطش ممكن تتمضمض وتمج الماء ولكن لا تبالغ في الاستنشاق ولا تبالغ في المضمضة بمعنى أنا أتمضمض هكذا وأخرج ماء المضمضة أخذ الماء في أنفي بنفس قليل وأستنثر لا حرج المنهى عنه المبالغة أنا غرغر وانصائم الغرغر وانصائم ممكن ما يتنزل جوفي أو بالغ في الاستنشاق أسحب ماء الاستنشاق بقوة نفس فيمكن يدخل في الخيشوم وينزل في الحنجرة وفي البطن فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق هي المنهى عنها لكن مضمضة والاستنشاق من غير مبالغة في الوضوء ومن غير وضوء هذا مما يباح للصائم كذلك تباح الحجامة والحجامة من الطب النبوي الذي كثرت في فضله الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجمل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحجامة أنه قال ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا وصي أمتك بالحجامة ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا وصي أمتك بالحجامة فالحجامة من الطب النبوي النافع بإذن الله عز وجل لكل داء والحمد لله الآن صار فيه ناس متخصصين في الحجامة وأقبل الناس على التدو بها هذا الطب النبوي نافع جدا بإذن الله عز وجل فالحجامة جائزة أثناء الصيام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله سلم وهو صائم ولكن تكره الحجامة أثناء النهار في الصيام لمن خاف على نفسه الضعف إذا الإنسان خاف أنه يحتجم الحجامة اخرج دم اخرج دم بيعقبها ضعف في البدن فإذا الإنسان خاف أنه إذا احتجم بالنهار وهو صائم اخرج الدم منه يضعفه ويؤدي به إلى الفطر فلا يحتجم نهارا لا يحتجم نهارا وتكره الحجامة بالنهار لمن خاف على نفسه الضعف عن ثابت البناني قال سيل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف فإن إنسان القوي القادر اللي هو يأمن على نفسه من الضعف الذي يؤدي إلى الفطر لا بأس أن يحتجم وهو صائم ومن خاف عن نفسه الضعف الذي يؤدي إلى الفطر في المراضان تكره الحجامة في نهار رمضان ومثل الحجامة التبرع بالدم التبرع بالدم بالنهار للصائم جائز ولا يفسل صومه ولكن برضو إذا خاف إذا تبرع بالنهار إن سحب الدم منه يضعفه ويؤدي إلى الفطر لا يتبرع بالنهار كذلك مما يباح للصائم القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه القبلة معروفة والمباشرة هي أن تلتقي بشرة الزوجين أن تلتقي بشرة الزوجين أن يكون الزوجان تحت لحاف واحد ليس بينهما ثوب فتلتقي بشرتهما هذه القبلة والمباشرة في نهار رمضان جائزة أيضا لمن قدر على ضبط نفسه عن عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم قالت وكان أملككم لإربه كان أملككم لنفسه أضبطكم لشهوته يعني ما كان يخشى على نفسه إنه بالقبلة والمباشرة يقع في الجماع المحرم الذي يفسد عليه الصوم عليه الصلاة والسلام فالقبلة والمباشرة للزوجين في نهار رمضان جائزة لمن ملح وضبط نفسه لكن طبعا لا ننصح بذلك الشباب ولا سيما حديث العهد بالزواج لا ننصحهم باستخدام هذه الرخصة مخافة أن يقعوا في المحرم لأن الشاب غير الشيخ والشاب قد لا يملك إربه وقد لا يضبط نفسه وقد قالوا من حامى حول الحمى يوشكوا أن يقع فيه ونهار رمضان له الحرمة والجماع في النهار رمضان كما عرفنا عليك فرم غلظة صيام شهرين متتابعين فمن لم يصدفه يطعام سنتين مسكين فمما يباح للصائم القبلة والمباشرة ولكن لمن ضبط نفسه كان كثير التقوى كان شيء التقوى كثير الورع يضمن أنه لا يقع إن شاء الله فيما حرمه عليه لا بأس بالمباح له أما من خاف إذا استخدم المباح أن يجره والمحرم يبسد الظرائع مطلوب ولا يفعل هذا المباح الذي يؤدي إلى ارتكاب المحرم كذلك يباح للصائم أن يصبح جنبا الإنسان إذا أتى أهله في أول الليل فهو بالخيار بين أن يعجل الاغتسال أو يترك الاغتسال يؤخره ويتوضى عشان ينام على شيء من الطهارة فإن لم يغتسل ولم يتوضى ممكن يتيمم ممكن يتيمم إذن الإنسان إذا أجنب أول الليل التعجيل بالغسل مش واجب أنا ممكن أجنب أول الليل وأخر الغسل أخر الليل فلكن إلا ما يغتسل شيء يتوضى وما توضىش يتيمم وإن لم يفعل شيء فلا حرج عليه فإذن لو أن إنسانا أجنب أول الليل أتى أهله أول الليل وأخر الغسل قال حنقمنا الصحار أبا الصحار وأغتسل وأنزل للصلاة فغلبته عينه غلبته عينه ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر إذا طلع الفجر هو جنوب من جنابه كان سببها في أول الليل في الوقت المباح هذا ما حرج عليه ففي الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله يعني من جماع مش احتلام وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام ومثل الرجل في أن يصبح جنوبا المرأة المرأة ترى الطهر بالليل الطهر من الحيض بالليل وتؤخر الغسل فيطلع الفجر عليها وهي لم تغتس من الحيض هذا لا بأس بي أيضاً إذا رأت المرأة علامة الطهر من الحيض بالليل فلها أن تنوي الصيام لتصبح صائمة ولها أن تؤخر غسل الفجر فإذا طلع الفجر ولم تغتسل لا يضرها ذلك كذلك أيضاً لو أن إنساناً احتلم بالنهار وهو نائم لا يضره الاحتلام وعليه الغسل ولا يضره كذلك مما يباح للصائم الوصال الوصال وهو أن لا يفطر عند غروب الشمس هذا الوصال يباح إلى الفجر إلى السحر من الليلة الثانية يعني الفجر إلى المغرب قدن الواحد ما يفطرش ويخليه ممسك لغاية الصحور أما يلي السحر بقى يلي السحر هذا الوصال إلى السحر جائز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا الوصال المنه عنه أن الإنسان يصوم يومين وثلاثة ما يفطرش بينهم لا فطور لا صحور لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى الصحر فقط إيبا رخصة في الوصال حتى الصحر لكن ما توصلش يومين ولا ثلاثة صيام متواصل بدون فطر بينهما لا أكل ولا شر لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى الصحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله كان عليه صلى الله عليه وسلم يواصل يومين وثلاثة واربعة وأكثر لا يفطر بينهما ولا يصحر يعني يواصل الصيام فقالوا إنك تواصل يا رسول الله قال لست كهئتكم وأيكم مثلي إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني وليس المراد بذلك أنه بياكل ويشرب من الجنة لو كان بياكل ويشرب حقيقة من الجنة ما يشمواصل لكن أنه عليه صلى الله عليه وسلم كان يجد من مناجات الله لذة وحلاوة تغنيه وتشبعه تغنيه عن الطعاب وتشبعه من الجوع فكان لا يشعر بالجوع وهو يواصل يومين وثلاثة من شبعه بحلاوة ولذة مناجات الله تبارك وتعالى وزي يقول الإنسان لم يبقى فرحان ما بيأكلش الإنسان لم يبقى فرحان ما بيأكلش خلاص الفرحة ما ليقلبه مش محتاج يأكل فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد من الفرحة ومن البهجة ومن اللذة ومن الصرور في مناجة الله ما يغنيه عن الطعام وشبعه قالوا أيكم مثلي إن أبيته يطعمون ربي ويشقيني فرخصة في الوصال حتى سحر وإن كنا نقول أن الاقتصاد في الأعمال والرفق بالنفس في الأعمال أفضل الاقتصاد في الأعمال والرفق بالنفس في الأعمال أفضل إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من العن لا تطقون فإن الله لا يمل حتى تملوا كذلك مما يواحل الصائم السواك السواك طول النهار مستحب من طلوع الفجر لأضرب الشم استاك في أي وقت السواك جائز معجون الأسنان جائز العطور جائزة الدهن أن تدهن بالزيت أو نحوه من أنواع الدهون جائز الكحل في العينين الجائز القطرة في العينين وفي الأذنين جائزة أما القطرة في الأنف فغير جائزة القطرة في الأنف إنك إذا كانت لو عملت كده وقترت بالقطرة على طول القطرة بتنزل في الحنجرة توصل على البلعوم على طول وتنزل في البط وقد سبق الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكونها صائمة يبقى القطرة في الأنف ميصحش بالنهار في نهار رمضان ليه؟ لأنك إنت لو قطرت كده النزل قطرة في بطنك على طول بقى فطرت لكن قطرة في العينين الكحن في العينين القطرة في الأذن لا بأس بها الحقا بجميع أنواعها لا بأس بها والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله وما كان ربك نسيا صيام التطوع بقى هو ده اللي احنا محتاجينه في هذه الأيام بعد أن فرغنا بفضل الله على من صيام رمضان الفريضة ما هو صيام التطوع إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا لمن هي يا رسول الله قال لمن ألان الكلام وتابع الصيام الصوم الفرض هو شهر رمضان ده الصوم الفرض الربنا فرض علينا من نزعو بالصيام التاني قد يجب بالنذر وقد يجب في الكفرات لا الصيام الفريضة الصيام رمضان غير الكفرات والنذر الصيام تطوع الصيام التطوع ده الرسول السلام رغبنا فيه إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قالوا يا رسول الله قال لمن ألن كلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام فيستحب للصائم أن يحافظ يستحب المسلم أن يحافظ على الأيام التي ندبنا إليها رسول الله صلى الله سلم ففي الحديث القدسي أن الله تعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرط عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الصدقة نوافل العمر والحج النوافل عموما يعني فضلها عظيم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وفي الحديث الآخر إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسلت فقد خاب وخس فإن كان أتمها وإلا قيل أنظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة ده من فضل التطوع يعني أنت صليت الصلاة طبعا ما كانش بالدرجة مطلوبة جدا إذا كان فيها نقص لما تصلي ركعتين قبل الصلاة أو ركعتين بعدها يبدأ النوافل إذا كان فيها نقص تكمل به صمت رمضان ما صمت على الوجه المطلوب الذي ربنا يريده لما تصم أيام نوافل يكمل النقص الفريضة من هذه النوافل فإذن يستحب للمسلم أن يحافظ على الأيام التي سن رسول الله صلى الله سلم صيامه ومنها أول شيء ونحن نطلب رمضان صيام ستة من شوال فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهري يقول علماء من المعروف من نصوص القرآن والسنة من جاء بالحسنة فالحسنة بعشرة أمثال يقول علماء لما تصوم رمضان تلاتين يوم تلاتين في عشرة تلتمية ولما تصوم ستة من شوال ستة في عشرة بستين يبقى من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهري كأنك صام السنة كله ولما تواظب على كده تل عمرك كأنك عمرك كله صائب فينبغي لإخواننا المسلمين والمسلمات اللي هم لسا مصاموش الستة من شوال أن يبادروا بصيامها لكننا نقول من خرج من رمضان مدينا من خرج من رمضان مدينا إنسان أفترض في رمضان بسبب السفر أو مرض امرأة أفترض في رمضان بسبب الدورة الشهرية من خرج من رمضان مدينا نحن ننصحه بقضاء الدين أولا يعني صيام الفرض اللي عليه الأول أفترض أربعة أيام خمس أيام امرأة أفترض ستة أيام سمعت أيام بسبب الدورة وغيرها إذا خرجت من رمضان وقد زال عذر الفطر فننصحك بقضاء ما عليك أولا ثم إذا تسعى الوقت تصوم ستة من شوال لكن ما تبداش الأول تصوم ستة وشوال وتؤخر قضاء ما عليك الله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربيك قال سابقوا إلى مغفرة من ربيك قال فاستبقوا الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالح بادروا بالأعمال الصالح وقال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وبعدين قضاء الدين مقدم على الصدقة لو أن إنسانا عليه دين وعيز صدق نقول لا سيد الدين الأول وبعد أن تصدق فإنت كذلك خرجت من رمضان مدينا بأي سبب وبعد رمضان زال عذرك فأنت الآن قادر على قضاء ما عليك ننصحك بقضاء ما عليك أولا ثم تصوم الستة من شوال وطبعا كذلك من غني عن الذكر أن لا يدوز طبعا أن واحد عليه من ربان ستة أيام وعايز صوم ستة شوال يقوم يصوم ستة وحدة يقول إيه دي قضاء اللي عليها وستة شوال طبعا هذا ما ينفحش أنت الآن بتصلي الصبح كم ركعة بصارك عايتين سنة وراكعتين فريضة هل أنت في يوم من أيام جيد صليت ركعتين واعتبرتون من اثنين سنة والفرض مع بعض ما حصرش طبعا السنة سنة والفريضة أي فريضة يبا إذن حكاية أن يروح ليصوم في شوال ستة أيام بنية قضاء ما عليه والستة اللي يتطوع هذا لا يجوز يبا إذن من أول الأيام التي يستحب المسلم صيامها هي صيام ستة من شوال بعد رمضان طبعا صيام هذه الستة ممكن يكون متتابع ويكون متفرق ثم صومها ستة من شوال ما قالش متتابعات يبا إذن أن أصوم ستة متتابعات ويدومها أو يدوز أن أصومها متفرقات يدوز أخذ تتنين وخميس طول الشهر مثلا ويدوز أخذ تلات أيام من القمرية تلات عشر واتف عشر وثلات أيام قبلهم أو بعدهم لكن طبعا التعجيل دايما أفضل والمبادرة بأداء المطلوب دايما أفضل من التأخير كذلك من الأيام التي يستحب صيامها يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشراء ويوم قبله السنة للحجاج أن يفطر الحاج بعرفة السنة للحاج هو في عرفات يفطر ما يصومش ما يفطر ما يصومش لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات تمارى الناس في صيامه النبي انهض عرفة النبي صيم ولا مفطر فاختلفوا فأرسلت إحدى نساء الصحابة بقدح لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو على دبته فرفع القدح اللبن وشرب وفوق الناقة علشان الناس يشوفوا كل نوعه إنه مفطر فيستحب للحاج في عرفات أن يكون مفطرة وذلك ليقوى على الطاعة والعبادة وتفرر الدعاء والمسألة في ذلك اليوم أما المقيمون في آفاقهم وأمصارهم وبلدانهم فيستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة كما يستحب أن يصوموا يوم عشراء ويوما قبله في الحديث عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية فضل عظيم جدا تصوم يوم يكفر الله به ذنوبك السنة الفاتة والسنة الجاية كمان فضل عظيم جدا سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسول عن صوم يوم عاشراء فقال يكفر السنة الماضية وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وصائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبنه وواقف بعرفة على بعيره فشربه عليه الصلاة والسلام ويستحب لمن أراد أن يصوم عاشراء أن يصوم يوما قبله ففي الحديث عن أبي غطفان بن طريف المري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصار يوم عاشراء يوم تعظمه اليهود والنصار فقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع يعني مع العاشر قال فلم يأتي العام المقبل فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يستحب صيام أكثر شهر الله المحرم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر الله المحرم كذلك يستحب صيام أكثر شعبان عن عائشة رضي الله عنه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صمش شهر كامل 29 أو 30 يوم إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم فيه في غيره لكن لا يستكمله ما يصومش 30 يوم أو 29 يوم لا يكثي من الصيام فيه لكن لا يستكمله ونعود فنذكر بما قلنا فيما سبق بأنه صيام أكثر شعبان حتى بعد النصف الأول لمن كانت له عادة أما من لم تكن له عادة فقد نهي عن الصيام بعد النصف الأول لقوله عليه الصلاة إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم وقلنا إنه لمن لم تكن له عادة فيه ناس كده من أول جمادة أو رجب بيقول رمضان جرب فضل رمضان شهرين أما نصوموا كده عشان نتعودوا على الصيام هؤلاء بعد نصف الأول من المشعبان نقولهم لا تصوموا أما لربنا كرموا طول السنة بيصوم اثنين وخميس وثلاث أيام وغير ذلك نقول له صوم في النصف الثاني من شعبان حتى لو وافق يوم الشك معنا اتصال أيوة نعم السلام عليكم عليكم و السلامة الله مرحبا بكم و أنتم بخير تبسأل على حاجة بالنسبة لصيام الست أيام نعم دلوقتي أنا زوجتي كانت جاف لها الدارة الشحرية بس جات فترة طويلة أوي بسبب مشاكل لمدة ستاشر يوم فدلوقتي هتصوم لو صمت الست أيام هتصومهم الأول هتصوم الصيام الفريدة اللي عليها الأول لو صمت الفريدة مش هيبقى فيه سيام في التيان خليك معي لو سمح مش خليك معي لو سمح بتقول إن زوجتك مع حضرتك الدورة في رمضان طالت عليها خلاف العادة دورتها المعتادة كل شهر جاب رمضان كانت كم يوم هي هي نفس تقعد لها حوالي خمسة أيام خمسة أيام في رمضان مشكلة يعني نزيفه كده اسمعني بس اسمعني هي معتادة كل شهر تقعد خمسة أيام وتطهر بعد خمسة أيام في رمضان اللي يام زالت بقت مثلا عشر واثناش أو تلاتاش زي ما أنت قلت مش كده اه وصلت لحد ستة أيام اعلم بارك الله فيك أن الزيادة مش حيط الزيادة مش حيط دورة زوجتك برضو وغيرها من النساء في رمضان وفي رمضان اللي هي معتادة علىها طول السنة فهي معتادة على خمسة أيام في رمضان برضو وفي غير من رمضان إذا الدورة زالت على الخمسة أيام المعتادة تعتبر الدم الزي الاستحاضة استحاضة لا يحرم عليها الصلاة ولا الصيام يبقى إذا مراتك عليها بس خمسة أيام بتوع الحيط والزيادة أخطأت 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 وأخطأت معك وكان الواجب عليكم أن تسألوا لأن الصيام لحرمة والصلاة لا حرمة المفروض المرأة الدورة اختلفت عليها وفي تسأل مباشرة تسأل العلماء الفقهاء وتسأل أهل الطب الدم ده حكم لكن على كل حال كما قال ربنا عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به على امرأتك أن تقضي الصلاة الصلاة بعد خمسة أيام هي خمسة أيام بتوع الدورة ليس عليها فيها صلاة الزيادة بجأة هي كانت استحاضة وكان واجب تصلي فعليها أن تقضي أيام الصلاة اللي تركت في الصلاة وأن تقضي الثلاثر يوم بتوع الصيام فإذا صامت الثلاثر يوم في شوال بتوع الصيام وبقي من الشهر أيام واستطعت أنصوم الستة فلها ذلك وإن لم تستطع وضاق الوقت فإنما الأعمال بالنيات ولها الأجر بالنية إن شاء الله معنا تصال آخر السلام عليكم عليكم السلامة الله والله فضلت الشيخ أنا أريد أن أسأل سؤال يعني أنا لي أخت أريد أن أشتري قطعة أرض أنا وأختي فهي أنا النصف الأرض الذي يلزم علي سأدفعه من مال الحر يعني من غير بنوك ولا ربا نعم لكن النصف الثاني هي هتدفعه من من البنك يعني سلف نعم من البنك نعم فهل علي أنا أتمع أن أنا لست داخل أي موضوع من الربا أنصحك أنصحك حرصا على سلامة أختك من النار أن لا تشتري هذا البيت معها لأن الشرائق معها سيجعلها تأخذ من البنك بالربا والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل فأنصحك أن لا تشارك في هذا البيت عشان تحول بينك وبين أختك وبين أكل الربا نعم لكن لكن هي أصلا لا تشارك هي هي ستشتري لأنك داخل معها لو لم تدخل معها لن تشتري إن شاء الله لنا لا تملك المبلغ كله والله يقول وتعاون على البروة والتقوى ولا تعاون على إثم ودوان فحرصا على سلامة أختك من النار التي توعد الله بها آكل الربا لا تشتري معها هذا البيت قلت يا أختي على مهلنا من أم يبقى معك فلوس نشتري ما معكش ما خلاص معنا تصال آخر أيوة نعم السلام عليكم ورحمة عليكم السلامة وبركاته من فضلك لي سؤال فضالي جزء أم في رمضان العصر وأنا كنت في المطبخ جوه وهو افتكر إن المغرب أزن نعم أنا كنت معلش كنت بقى نشور في البلاكول افتكر إن المغرب أزن ففتح التلاجة وشرب عصير وبعد كده جاء لي فعرف إن المغرب لسه ما أزنش نعم السؤال الثاني الجواب هذا السؤال الجواب هذا السؤال على زوجك قضاء هذا اليوم على زوجك قضاء هذا اليوم ممكن أسأل سؤال تاني أحيانا في رمضان بيبقى الواحد عايز يخش الحمام ومن عدت إن أنا ما بخش الحمام لازم مشت أفتح لمغرب شطافة ما فيش أي مشكلة بارك الله فيك ما فيش حاجة ما يبقاش وصلة للمعدة لا ما فيش أي مشكلة خالص بل أفيدك أفيدك والمسلمات فايدة أخرى كذلك إن الكشف المهبلي والحقن الشرادية وغيرها لا تضر إن شاء الله أين معانا السؤال آخر السلام عليكم عليكم السلامة الله تضلي رطلا أسأل سؤال عن الأيام البيض الثلافة نعم الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر أي نعم من الأيام القمرية أي يوم يصادف أي يوم إيه أي يوم يصادف يعني بالنسبة أنت قلت الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر عن أي شيء تسألين إيه نعم من الأيام الهجرية هجرية طبعا طبعا قمرية الثالث عشر والرابع عشر من كل شهر هجري من كل شهر هجري هذه الأيام الثلاثة من كل شهر هجري هذا السؤال الأول السؤال الثاني هذا السؤال الأول والسؤال الثاني يا شيخ أنا من سنين المغت ثلاث سنين لم أتبع بها أنا كنت حامل وكنت مرضى فهن يجوز لي صيامها الآن يعني قفضاء أو أسع كفارة يعني أفطرت أكثر من سنة بسبب الرضاع نعم وكنت مرضعة ولا تستطيعين الصوت نعم كما سبق في هذا البرنامج في فقه للصيام قبل رمضان المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما فلهما الفطر وعليهما الفدية فإن أخرجت الفدية فلا قضاء عليك وإن لم تخرجيها فعليك القضاء نعم فأني لم أخرج الفدية يعني يجب أن أقضيها نعم 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 والسؤال الثالث ولو أطلت عليك يا شيخ تفضلي تفضلي زوجي لم يكن يصوم ولم يكن يصلي سوى النبي يمكن أن أعمله وهو قد توفي لكي أرفع من حسناك نفوض أمره إلى الله عز وجل أمره إلى الله عز وجل نعم والدعاء أمره إلى الله عز وجل ونسأو الله للمسلمين صلاح الأحوال والهداية نعم معنا تصال آخر عليكم سلامة الله لو سمعت أنا أبي قال والدتي تكوني محرامة علي لو ابني يخد منك حاجة من ورايا نعم والدتي اديتني حاجة من وراها بس ودي مش أول مرة يحلب بالتكلم ده يعني عطول بيحلب بالطلاق أولا أبوك مخطئ في حلفه بالطلاق والحرام أما حلفه بالطلاق فهذا يحتاج منه هو شخصيا أن يسأل عنه أما في الحرام لما يقولها تكوني محرمة علي لو دتي لابنك حاجة من ورايا إذا أعطتك فالحرام فيه كفارة يمين فيه كفارة يمين نعم تصال آخر السلام عليكم عليكم سلامة الله والله يفطلت الشيخين لأي سؤال هو بخصوص يوم الستة المنشوال نعم فهو مركب سؤال شوية لأن أنا السنة اللي فاتت في رمضان كنت لسه والدة معايا طفل حديث الولادة وكان اللي برأي الطب برأي طبيب المسلمة يعني مفروض أن أنا مصومش في رمضان عشان الرضاعة ما تتأثرش للتفل نعم بس أنا يعني صائب عليها أيام للرمضان كلها تردية في الإفتار يعني فكنت بقصومه يوم وبسطر يوم كويس فعليها 15 يوم من رمضان السابق نعم بس ما يعني أنا بعد ما بدأ الطفل يأكله كان ممكن صيامهم بصيل أفضل فانا نسيت مستكرتهم شغير بعد دخول رمضان فعلى كده يعتبر عليها 15 يوم من رمضان السابق اي أنا طبعا كنت خرجت أطعام صائم أطعمتي أخرجت فيدي عن هذه الأيام لا قضاء عليك ما دمت أخرجت الفدية فلا قضاء عليك يعني أنا مصومش الخامساشر أنا كنت أعيز أسأل أن هل الخامساشر يوم دول مع الأيام اللي كانت أنا أفضلتهم في رمضان دول عضل الشهري لا أيام أيام الدورة أيام الدورة لابد من قضائها إنما المرأة الحامل والمرضع كما سبق الكلام المرأة الحامل والمرضع إذا عدزتها عن الصيام أو خافتها على أنفسهما أو ولدهما لهم الفطر وعليهم الفدية فإن أخرجت الفدية فلا قضاء وإن لم تخرج الفدية فعليها القضاء في حد من أهل الفاضل سؤال ما عن إشتك نعم حد من أهل الفاضل كان قال لزوجي إن إذا أنا ما كفرتش عن الأيام دي بالصيام إحنا في العامل اللي بعده اللي هو كان رمضاني للسابق ده المفروض أن أطلع فدية تاني عشان أخرت الصيام أي نعم بعض أهل العلم يقول أن المسلم إذا أفطر رمضان لعذر ثم لم يقضه حتى دخل رمضان الثاني يقوم عليه الفدية مع القضاء لكننا لا نرى هذا المذهب لأنه لا دليل عليه فهو مخطئ في عدم مبادرته بقضاء ما عليه لكن لا فدية يعني عليه القضاء فقط أولا كده بالفدية اللي خرجت في رمضان السابق الفدية التي أخرجتيها بنية أن كنت أفطرتي في رمضان بسبب الحمل أو الرضاعة دية تقوم مقام الصيام فلا قضاء عليك في الحالة دي لا صيام بقى في الخمساشر يوم السابقين رمضان للقبل السابق أيها خلاص نعم تكفر عن هذا الصيام أي إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك أيها نعم نعم أيها يبدو أن الخط انقطع نواصل حديثنا في الأيام التي يستحب للمسلم صيامها صيام الاثنين والخميس من كل اسبوع عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس إن أعمال العباد تعرض هذا الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فيستحب أن يصوم الاثنين أو الخميس حتى يعرض عمله ووصايم كذلك يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما سبقت الإشارة عليه في جواب السائلين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر يستحب المسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر نقصد الشهر العربي الشهر الهجري الشهر المسلمين الشهر العربي الهجري رمضان شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم إلى آخره يستحب المسلم أن يصوم من كل شهر من هذه الشهور ثلاثة أيام في أول الشهر في وسط في آخره لا بأس لكن الأفضل أن تكون هذه الأيام هي ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة يبقى تصم في أول الشهر ماشي في وسط الشهر ماشي في آخر الشهر ماشي لكن الأفضل أن تكون في الليلة القمرية تلتاشة وربع عشرة وخمسة عشرة لكن إفرد مثلا كنت في التلتاشة وعشرة وخمسة عشرة كان عندك عوض إن شغلت نسيت صم بعد ذلك كذلك يشتحب صيام يوم وفطر يوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك لمن وجد في نفس القدرة على ذلك وأطاقه وإن كنا نذكر بما سبقت الإشارة ليه الاقتصاد 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 أحب الأعمال الله أدومها وإن قل بدل ما تقود شهر أو سنة سنتين تصم يوم وتفطر يوم وبعدين يصيبك الإعياء والتعب وتبطل لا ادخل في الدين بليف كافة 2 وخميس وكافة 13 وعا 13 وخميس 13 من كل شهر وتواصل وتواظب عليه أفضل منك أن تصم يوم وتفطر يوم سنة 15 وبعدين تعجز عن ذلك وده اللي حصل مع عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له صوم ثلاثة أيام قال له أطيق أكثر من ذلك صوم كذا أطيق أكثر من ذلك لغاية قال له الصيام يوم وإفطر يوم قال أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك فكان عبد الله بن عمر يصوم يوما ويفطر يوما فلما كبر بقى وعجز وبقى مش قادر يصوم وصار الصيام يشق عليه قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله نحن نسأل كثيرا من بعض المسلمين ومسلمات الرجال ونساء عن صيام يوم وفطر يوم نقول جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا لكن المشكلة في الخوف الخوف الملل الخوف الملل الذي يؤدي بكم الانقطاع فالرفقة الرفقة والقصدة القصدة تبلغ كذلك من الأيام التي يستحب صيامها صيام عشر ذي الحجة العشر الأول منذ الحجة وكمة العشر تقال تغليبا لأنها تسعة بس لأن يوم العاشة منعيد ويوم العيد يحلم صيامه لا فما نقول صيام عشر ذي الحجة من باب التغليب نقص التسعة أيام الأولى من أول ما يثبت الهلال إلى يوم عرفة التسعة يمدول يستحب صيامها كلها عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصم تسعة ذي الحجة ويوم عاشراء وثلاثة ايام من كل شه وأول اثنين من الشه والخميس هذه الايام اللي هي على مدار الاسبوع وعلى مدار الشهر وطول السنة يستحب المسلم ان يصمها هناك ايام نهينا عن صيامها هناك ايام نهينا عن صيامها هذه الايام هي يوم العيدين يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق الثلاثة اللي هي ثلاثة ايام بعد عيد الاضحى لبه هنا عندنا عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر لا يحرم الا يومه الاول تاني يوم العيد الفطر ممكن تصبح صايا من ستة من شوال ففي عيد الفطر لا يحرم الا صيام اليوم الاول وهو من العيد أما في عيد الأضحى يحرم صوم يوم العيد وثلاثة أيام بعده عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوماني اللي هم عيد الفطر وعيد الأضحى هذان يوماني نهانا أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم يعني أضحيتكم وأيام التشريق وهي الأيام الثلاثة اللي بعد العيد الكبير بعد عيد الأضحى يحرم أيضا صيامها عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمر على أبيه عمر بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهان عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق لكن هذه أيام التشريق نهينا عن صيامها لكن فيه أخصى لبعض الناس في صيامها يرخص لمن في صيامها الحاج إذا حج متمتعا بالعمرة إلى الحج فعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا صام سبعة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت سيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إذا دخل المتمتع مكة متأخرة ولم يصم قبل يوم عرفة ولم يصم قبل أوم عرفة فحينئذ الأيام التلاتة اللزماء في الحج لا يوجد أيام التشريق فيرخص له أن يصمها عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهادي اللي هو هدي تمتع حج متمتعا ووجب عليه الهادي لا يملك ثمن الهادي يبقى عليه صيام عشر أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع بسلامة الله إلى بلده ما صمش قبل الحج يبقى يرخص له أن يصوم أيام التشريق يبقى يفطر يوم العيد يوم عيد الأضحى ويصبح تاني يوم على طول صايم هذه رخصة فقط لمن وجب عليه الهادي ولم يجده كذلك من الأيام التي نهينا عن صيامها يوم الجمعة لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصيام إنما يجوز أن تصوم قبل أو بعد لأن صمت خمسة جمعة ماشي صمت جمعة والسبت ماشي لكن تصوم الجمعة الوحدة لا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده كذلك يوم السبت معنا اتصال سلام عليكم وحسن الله وبركاته زيك يا ركتور أهلا ومرحبا كل سنة وحضرتك طريق وحضرتك بخير أمين يا رب العالمين بقول للحضرتك يمكن السؤال مش طبع الصيام ولكن يمكن وسألت حضرتك قبل كده في بعض المخالفات في الصلاة يعني أنا بشوفها من الأخوات نعم والواحد يجي ينصحهم وكده يعني فيه حركات كتير بيستخدموها في الصلاة نعم فبتقول إن الله غفور رحيم والصلاة ليه أداب يعني بطريق الزوء ولكن في صلاة العيد هنا يعني الواحد شف مخالفات كتير جدا فأنا بدعو من قناة الرحمة حضرتك والشيخ أبو بطر حنبلي يعمل لنا صلاة عملي الصلاة عملي يعني نشوف الصلاة عملي وإيه المباح وإيه الغير مباح في الصلاة بعد إذن حضرتك يعني زادك الله حرصا ونسأل الله أن يعيننا على إجابة طلبك إن شاء الله وفيه الله يخليك يا ركتور وفيه سؤال ثاني فيه أخت كانت صيمة ويرح عنها العصر وقامت والمغرب بيقزن فأنا قلت لها يعني أنا قلت أنا معرفش ولكن اللي سمو أن أنت قبل العصر يعني بكرة العصر سيصلي قبلي فهل ده صح ولا غلص ولا أنا أخطأت أنا لست مفتية ولماذا أفتيتي طي ما دمت لست مفتية لا أخطأت في فتواكي وهذا من الحط أنا مش مفتية لست مفتية أنت أجبتيها أنت قلت لها بكرة العصر تصد العصر اللي فاتك هذا خطأ اسمعيني بارك الله فيك هذا من الأخطاء الشائعة أن المسلم يقوله إيه عليكم السلام عليكم إن الأخطاء الشائعة المسلم تفوته صلاة يعني مثلا إيه اضغى صلى الظهر واتغدى ونم شوي راح تعاليه نوم أصيحي بعد المغرب يقولك العصر اللي فاتك خليه بقى إيه لبكرة العصر بصليه مع العصر هذا من الأخطاء الشائعة النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كثرة لها إلا ذلك أنا صلت الظهر ونمت شوية راحت علي النومة محد الصحاني ما كانش فيه منبه راحت علي النومة أصحيتش إلى المغرب قبل المغرب أو بعد المغرب أتوضى وأصلي العصر ثم المغرب على طول مباشرة واحد كان في الشغل وكلامنا قلناه كتير واحد في الشغل موظف ومتعود يصلي الظهر كل يوم في الشغل وبعدين في يوم من الأيام الظهر الدن هو مشغول جدا أو كان خارج الشغل ما صلاش الظهر روح البيت اتغدى وصلى العصر ونم شوية وخلاص كالنظام نتعود عليه بعد المغرب رجع الشريط في ذاكرته قال الله ضهر الدن هرده أنا كان عندي فلان أو كنت بشتغل كذا أو كنت خارج من الأشياء والمسلش الظهر فتيقن أنه لم يصلي الظهر على طول يقوم يصلي لكن كلمة الوقت اللي يفوتك تخليلي تن يوم مثله هذا من الأخطاء الشائعة وبالنسبة لك أياته السائلة أخطأتي في فتواك وعف الله عنك ولا تعودي لمثل هذه الفتوى إن شاء الله صار آخر نعم طيب نواصل الحديث في الأيام التي نهينا عن صيامها كذلك قلنا لا يصام الجمعة وحده إنما يصام الجمعة مع يوم قبله أو بعده كذلك السبت لا يصام وحده إنما يصام مع قبل الجمعة أو مع بعضه الأحد أنا عبد الله ابن بسل السلامي عن أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افطرض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنبه أو عود شجرة فليمضغه فهذا الحديث نهى عن صيام يوم السبت وقد جمع ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بين هذا الحديث في النهي عن يوم السبت وبين الأحاديث التي تبيح في يوم السبت فقال تقدر الكلام لا تصوم يوم السبت منفردا إلا فيما افطرض عليك يعني وحد عليه قضاء رمضان أو صوم واجب كفار أو نذ ممكن يصوم السبت الوحد لكن تطوع لا تصوم الجمعة وحدها ولا السبت وحده هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية وإلى اللقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته